كان هناك لم نخف من المسر ولكن هناك فريق أو لاعب ولدي أحدث الفرق واحد وإذا النيف النيف أغارد لو سجل ذلك الهدف لما كان هذا المؤتمر هذا التفصيل تجزئي قلت لماذا لم تدع كان هناك كان هناك كثير من استفزازات والتهديدات لم أسبق لأن رأيته هذا ولكن لإنضاج فريق الأمر لا يتم بشكل طولي ولكن هناك مراحل يكون فيها امتعال وانتكاسة وبخصص فريق اللعبين يتحدث عنهم فهناك طلب التفسيرات قل ما أخفق في اختيار اللعبين كان هناك استراتيجية تم وضعها بشكل دقيق إلى غاية التفاصيل الصغيرة وعندما أدخلت برقوق أنا كنت أعرف لماذا أدخلت برقوق ولماذا مونير لأن كنت أعرف بأنه كان جاهزا وحاضرا من خلال التدريبات وخصوصا في الوسط كانت هناك استراتيجية كنا نريد الهيمنة في الوسط وأن نمنع الانتقال إلى التمريرات الطويلة إلى صلاح وقد قاموا لعبون بدورهم الدفاعي ولكن كنا في الوسط وفي الأمام كنا نفقل بسرعة الكرة إذن عملنا دفاعيا بشكل جيد ولكن أقل هجوميا وبالنسبة لي مونير فهو تدرب بشكل كبير وهذا لعب له كفاءات جيدة كنت في حاجة إلى تقنياته في الأمام مع بوفال وكان جاهزا وكان شغوفا وطموحا ولم يكن يلعب كثيرا لم يلعب كثيرا وبوفال أخرجته لأنه بدأ بشكل جيد ولكن في الشوط التاني أصابه بعد العياء وفقد كل نزالاته التنائية وكنت أطلب منه أن يندفع إلى الأمام ويساعد لأن كل الكرات المفقودة كانت تذهب إلى الصلاح إذن كانت هناك تفاصيل كثيرة في إعداد هذه المباراة والأمور كانت تتوقف على بعض تفاصيل جزئيات صغيرة وعندما مجرد ما الصلاح ترك لوحده هذا كان كافيا لإحداث الفرق وأدم ماسينة قام بمباراة جيدة وانطلق إلى الهجوم وفقد تلك الكرة عند الهجوم المرتد وأنا أتفهم أن في الإصابة الأولى كيف له أن يكون لوحده وهذا أول مرة أخذنا في هذه النوع من التسجيل إذن كل هذه التفاصيل كانت تفاصيل صغيرة هي التي أحدث ذلك الفرق وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي